منذ نحو أسبوعين أي بعد الاستهداف الأمريكي لمواقع الجيش السوري في دير الزور يحاول مسلح داعش قدم مواقع الجيش وقوى الدفاع الوطني في المدينة ومحيطها معارك شبه يومية تشهدها مناطق مختلفة من المدينة الوقعة شرق سوريا ولسيما في حي الصناعة الجيش السوري سيطر على منطقة الهنجارات بعد تدمير ثلاثة أنفاق لداعش فرد مسلحوه بتكرار محاولات التسلل إلى قلب الحي من نقاط تمركزهم في حويجة صقر طبعا المسلحين استخدموا كافة الوسائط النارية اللي هي هاونات وصواريخ محلية ومضادات وقزاة صاروخي قمنا بالرد المناسب على مصدر إطلاق النيران المعادة عم نتعامل مع المسلحين بشكل جيد عم يحاولوا يتسللوا ونحن عم نصدهم بشكل جيد وعم نكبدن خسائر فادحة بالأرواح والإعطاء ما يحدث في هذا الحي القريب من مطار دير الزور يعزز فشل داعش في إحراز أي تقدم في محيط المطار فبالرغم من سيطرته على تلال الثرد الاستراتيجية إلا أن الجيش السوري يمنع أي تقدم لداعش في المدينة بصده هجمات عنيفة لداعش على مواقعه في البانوراما ومحيط مشفى القلب والبغيلية هذا على الأرض ومن الجو تتكفل الطائرات الحربية السورية بتنفيذ طلعات جوية يومية لاستنزاف قدرات داعش الهجومية ولضرب مواقع تسليحه ما يحد من تحركات مسلحيه ويمنعهم من تجميع قواتهم وتنفيذ أي هجمات في المدينة